اليوم بالشميع مجلس الوزراء تم عرض للوضع المستجد نتيجة الأدوان الإسرائيلي وحالة النزوح نحن حالياً في 43 ألف عائلة موجودة بـ 1138 مركز إيواء بالإضافة لـ 174 ألف أسرة في المنازل فعرضت برنامج الاستجابة التي نقوم به وهو له ثلاث مسارات المسار الأول اللي عم نقوم فيه بشكل منصق وتعاون كبرنامج استجابة مشترك مع برامج العالم المتحدة وخاصة شؤون الإنسانية في العالم المتحدة أوتشا واللي عم بيقوم بتركيزه الآن على كل مراكز الإيواء لأعطي مثل كل مراكز الإيواء عم نحكي عن هالـ 1138 يتم مساعدتها بوجبات غذائية بأمور النظافة بأمور الإقامة أكيد الحاجات أكثر بكثير من ما هو موجود من موارد ولكن المراكز الإيواء المراكزين عليها يتم مساعدتها عبر هذا البرنامج المشترك فعندما ترسل هذه المساعدات بالتعاون مع الأمم التحدي هو تعاون مشترك بين الحكومة اللبنانية وهذه المنظمات هناك مسار آخر مشكورة الدول العربية والدولة الصديقة لقدمت مساعدات عينية ويتم تنسيقها عبر نجد التوارئ وهذه ترسل عبر المحافظين وتم إرسال لحد الآن تقريبا أكثر من 28 ألف حصة تشكل نسبة قليلة من الحاجات مقارنة مع الأسر الموجودة ولكن هذه تتم بشكل شفاف لا يوجد ملايين الأطنان كما تقول منصات إعلامية لا يوجد طحين عراقي فقط مشكورة دولة العراق الشقيقة على إرسال أو يعني التعهد بإرسال مساعدات من الطحين ولكن ما يقال بالإعلام لا يزال غير دقيق ببعض الأمور وحتى اليوم للأسف أثناء الجلسة رئيس المجلس الوطني الإعلام بيقول أخبار غير دقيقة فهذا يجب التدقيق فيه عبر مصدر واحد هو هذه اللجنة وهناك منصة موجودة برئاسة مجلس الوزراء تفسر كل هذه الأمور بشكل شفاف وبشكل يعني كتير واضح ومطلق هناك مسار تالت المساعدات هو عبر هيئة الإغاثة مجلس الجنوب وزارة الشؤون وزارة الصحة وكمان هذه الإدارات الرسمية سيتم العمل على يعني كل المواد اللي عم توزعها أو المساعدات أو تمويل لازم ينشر على هذه المنصة وسيصدر تعميم من دولة الرئيس ميقاتي موضوع آخر اليوم هو موضوع أساسي وموضوع التدفئة وأقر مجلس الوزراء إعطاء سلف إلى المنشآت النفط بناء على دراسة قمنا فيها باللجنة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون ووزارة التربية والمحافظين لتموين 541 مركز إيواء بمرتفعات بمناطق أكثر من 300 متر في الجبال وفي البقاع وفي الداخل لتأمين المزود للتدفئة وهذا شيء ستؤمن الحكومة وكلنا مقتنعين بأهمية مساعدة الناس عبر التدفئة في هذه الظروف وخاصة مما نقع بالإرباك اللي حصل بأول أسبوع من ناحية تأمين مراكز الإيواء في موضوع آخر هو له علاقة باللجنة للطوارئ كمان حيطلع قرار بتوسعة هذه اللجنة لضم عدد أكبر من الوزراء ليكون العمل بشكل تشاركي وينبثق عننا مجموعات من المدراء والمستشارين وموظفي الوزراء والإدارات لتكون تتابع كل هذه القضايا بآخر شيء بدي أقول هناك منصة تنشر كل شيء بشكل شفاف ندعي كل الإعلاميين الاطلاع عليها في كل ما يتعلق بتأمين المساعدات عم ينشر عبر المحافظين والقائم مقامين والبلديات وكل ما يأتي على المطار أو المرفأ مؤخرا كمان عم ينشر في هذه المنصات والعمل مستمر لتطبيق وتنفيذ كل مقرارات مؤتمر باريس وكل المساعدات الدولية التي وعدت أو تم الإعلان عنها في مؤتمر باريس الأسبوع الماضي هناك اجتماع الأسبوع المقبل وهناك عمل أيضا مع المنحين لمؤتمر مصغر لتفعيل هذه المقرارات شكرا شكرا